والبداية من الجنوب الجزائري حيث شرع عشرات المواطنين في التوافد إلى ساحة بلدية بورغلا للمشاركة في المسيرة المناهضة لاستغلال الغاز السخري التي دعت إليها اللجنة الشعبية وتشارك فيها اليوم حزب المعارضة وللإشارة حسب ما ذكر مفادنا إلى بورغلا ذكر أن غير أن تواجدا أمنيا غير مكثفين في أبرز المحاول المؤدية إلى مدينة بورغلا هذا وفي بيان صدر عن مكتبه الوطني دافع التجمع الوطنية الديمقراطية عن النظام وهجم حزب المعارضة التي تخرج اليوم مجددا إلى شارع بورغلا متهما إياها بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر وقال البيان أن الأرندي سيقف في وجه كل من يحاول أن يستهدف الوحدة الوطنية وأن الحزب يسعى لتعزيز الجبت الداخلية